اشتركوا في القناة الدروس مادة الكيمياء النهاردة ان شاء الله هديكم اختبار كيميا على الدرس الاول عن طريق نظام التابلت الجديد يعني هنتعلم النهاردة ازاي نحل الامتحان بتاع التابلت على الدرس الاول وكل مرة كده هجيب امتحان على كل درس من الدروس اللي علينا علشان نتدرب على النظام الجديد النظام الجديد ببساطة ان الاسئلة بتبقى اختر واكمل ومسائل فاحنا النهاردة هندي اسئلة من نوع اختر الاجابة الصحيحة وهنتعلم ازاي نحل هذه الاسئلة السؤال بيجي لنا بنقرأ السؤال وبعدين بنلاقي الاجابات بتاعتنا مش الف ولا بيه ولا جيم ولا ده لا بيديني دواير كده عشان انا اقشر عليها او اظللها يعني انا بقف عليها كده بالماوس وبعمل عليها كليك يبقى انا خلاص اختارتي ده فبتتظلل او بقشر عليها فبتتظلل يبقى عملية الاختيار بتاعتنا هتكون هي عملية الايه التظليل طبعا ما تنساش تشترك في قناة نفهم دروس مجانية علشان توصلك كل الامتحانات الجديدة وكل الفيديوهات الجديدة باذن الله نبدأ مع بعض كده السؤال الاول السؤال بيقول من ادوات القياس المزودة بصمام للتحكم في كمية السائل المستخدم الدورق ولا المخبار المدرج ولا السحاحة ولا بيه وجيم معا اللي هم المخبار المدرج والسحاحة الاجابة هي السحاحة وهنظل للسحاحة بالمنظر دوت يبقى احنا كده جاوبنا على ايه السؤال بنظام التابلت الجديد السؤال التاني من الادوات المستخدمة في قياس حجوم السوائل بدقة الدورق الكأس المصة المخبار المدرج طبعا الاجابة هي المخبار المدرج هروح مزلل على المخبار المدرج السؤال التالت بيقول لي نقط اداة زجاجية تستخدم في عمليات التحضير والتقطير يطرى السحاحة ولا المصة ولا الميزان الحساس ولا الدورق المستدير والاجابة هي الدورق المستدير وهنظل للاجابة كده السؤال اللي بعد كده الرابع تستخدم المصة نقط في قياس ونقل المواد شديدة الخطورة يطرى المصة المدرجة ولا ذات الانتفاخ الواحد ولا ذات الانتفاخين ولا المزودة بأداة شفت طب احنا عنين المواد شديدة الخطورة يبقى هجيب المزودة بأداة الشفت يبقى الاجابة الرقم اربع اخر اجابة يختص علم الكيمياء الفيزيائية هنا في كده كلمة ايه الكيمياء علم الكيمياء الفيزيائية بدراسة خواص المواد وتركيبها نسب مكونات التربة طريقة عمل الهرمونات ولا كلهم طبعا الاجابة هي اول اجابة دراسة خواص المواد وتركيبها علم الكيمياء الفيزيائية السؤال السادس يختص علم نقطة باكتشاف وبناء مواد لها خصائص فائقة تستخدم في الاتصالات يطرع علم الفضاء ولا علم الكيمياء الفيزيائية ولا علم كيمياء النانو ولا الفيزياء والاجابة هي علم كيمياء النانو هروح مظللها كده في الامتحان السؤال السابع قيمة بي اتش لمحلول قاعدي قد تكون اتنين ولا خمسة ولا سبعة ولا تمانية طبعا محلول قاعدي يعني البي اتش بتاعته اكتر من سبعة هيبقى اللي جابة رقم كام الاخيرة اللي هي التمانية اظلل على طول دايرة التمانية السؤال التامن بيقول جميع ادوات القياس الاتية مدرجة من اسفل الى اعلى ما عدا الكأس الزجاجية المخبار المدرج السحاحة الدورق الزجاجي والاجابة هي السحاحة هروح مظللها كده في الامتحان على التابلت يساهم علم نقط في ابتكار طرق جديدة للقياس بتزيد من دقته يطرع علم الكيميا ولا علم الجيولوجيا ولا علم الفيزياء ولا علم الفلك والاجابة هي علم الفيزياء المختص بابتكار طرق للقياس والسؤال العاشر والاخير عليهم طبعا عشر درجات استخلاص بعض الادوية من مصادر طبيعية نتاج التكامل بين علمي الطب والصيدلة الكيمياء والصيدلة الصيدلة والبيولوجي ولا الكيمياء والزراعة والاجابة هي علم الكيمياء والصيدلة وبكده اصدقائي نكون حلينا مع بعض اول مرة نحل امتحان بنظام التابلت الجديد للصف الاول السنوي مادة الكيمياء كان معكم معلم خبير محمد علي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة